مشاهدين السلام عليكم للعام الثاني على التوالي حالة ماطرة استثنائية نادرة في توقيتها وشموليتها تؤثر على المملكة السعودية نهاية هذا الشهر الحالي يوليو ومطلع الشهر القادم أغسطس هذه الحالة ناتجة من حالة عدم استقرار الجوي بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة ودافئة قادمة من المحيط الهندي عبر بحر العرب باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة أيضا تلتقي مع كتلة هوائية أبرد في طبقات الجو العليا ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار وبالتالي زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد هذه الأمطار تكون خاصة في المناطق الجنوبية الغربية منطقة نجران وأبهى وجازان وقد تصل أحيانا إلى منطقة الطائف وقد تمتد أيضا إلى منطقة الرياض لاحقا والمناطق الوسطى هذه الحالة الجوية تأثيرها أكثر ما يكون على المناطق الجنوبية الغربية أكثر وأيضا ينتج عنها رياح شديدة قوية السرعة هذه الرياح الشديدة قوية السرعة ينتج عنها إثار الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير خاصة في المناطق التي لم تتعرض إلى هطول وأيضا هذه الحالة تمتد تدريجيا وتقوى تدريجيا لتشمل زي ما حكينا نجران وجزان وأبهى وتصل إلى الباحة وإلى الطائف وقد تصل إلى مكة المكرمة وبعض المناطق الوسطى أيضا من ضمنها الرياض أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة وشكرا للمتابعة